تدين وزارة خارجية مملكة البحرين وتستنكر بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية مقذوفات تجاه مدينتين جران وجازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مما أدى إلى وفاة اثنين من المدنيين سعودي ويمني في مدينة جازان وإصابة آخرين معربة عن تعازي مملكة البحرين ومواساتها لأسر وذو الضحايا ولحكومتين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية متمني الشفاء العاجل للمصابين وتؤكد وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بشكل متعمد وممنهج في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر